مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معكم دكتور عبد العزيز من مركز Elite Hair Transplant في اسطنبول لزراعة الشعر اليوم رح نتكلم عن طريقة غسيل الشعر بعد عملية زراعة الشعر عملية غسيل الشعر هي مرحلة إلزامية بعد عملية زراعة الشعر منقوم فيها بعد 48 ساعة من انتهاء عملية زراعة الشعر خلال عملية غسيل الشعر نقوم باستخدام شامبو ولوشن خاص بهذه العملية عملية غسل الشعر هي عبارة عن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة اللوشن منقوم بوضع اللوشن على المنطقة المزروعة بلطف بعد ذلك منقوم بنشر اللوشن على المنطقة المزروعة برؤوس الأصابع بدون أي عملية احتكاك نخلي اللوشن على المنطقة لمدة 40 دقيقة بالغسل الأولى بعد 40 دقيقة نقوم بغسل اللوشن بماء دافئ ما يكون بارد وما يكون ساخن جداً ماء دافئ الماء بينسكب على الرأس من المنطقة من الأمام باتجاه الخلف أو من الخلف باتجاه الأمام المهم أنه نقوم بغسل اللوشن بدون أي عملية احتكاك خلال عملية سكب الماء ممكن نستعمل رؤوس الأصابع بحنية لإخراج اللوشن لسهولة إخراج اللوشن بهذه الطريقة بعد غسيل اللوشن بشكل كامل منقوم بوضع الشامبو اللي هو المرحلة الثانية مرحلة الشامبو الشامبو هو عبارة عن رغوة منقوم بوضع الرغوة على المنطقة المزروعة لمدة دقيقتين إلى الخمس دقائق كحد أقصى بعد وضع الشامبو على المنطقة المزروعة من دقيقتين لخمس دقائق منقوم بغسيل الشامبو بنفس الطريقة اللي غسلنا فيها اللوشن ماء دافئ لا هو بارد ولا هو ساخن منقوم بسكب الماء من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام بعد غسيل الشامبو بشكل كامل منقوم بتجفيف المنطقة المزروعة خلال عملية التجفيف يمنع استعمال أي شيء بيحتوي على مادة القطن منقوم باستعمال ما يسمى المحارن بشكل لطيف منقوم بالضغط على المنطقة المزروعة بحنية وبلطف بدون أي عملية احتكاك وبهذا الشكل منقوم بتجفيف المنطقة المزروعة بشكل كامل بعد التجفيف بيكون انتهينا من غسيل المنطقة المزروعة بشكل كامل بعدها منبلش بغسيل المنطقة المانحة غسيل المنطقة المانحة بيختلف عن غسيل المنطقة المذروعة المنطقة المانحة منقوم بغسيل المنطقة المانحة مباشرة بالشامبو منقوم بوضع الشامبو على المنطقة المانحة إضافة إلى ذلك منقوم بفرق المنطقة المانحة بشكل جيد بحيث نحاول إخراج كل الخسارات الدموية ونحاول إخراج كل القشور المتبقية على المنطقة المانحة ما في أي مشكلة بفرق المنطقة المانحة منقوم بالفرق قدر المستطاع للمنطقة المانحة بحيث ننظفه قدر الامكان بعد غسيل الشامبو بالمنطقة المانحة منقوم بوضع القليل من اللوشن على المنطقة المانحة ونشره على جميع انحاء المنطقة المانحة لترطيب المنطقة المانحة وعدم ظهور الجفاف على المنطقة المانحة هذا اللوشن ما بنغسله منخلي اللوشن على المنطقة المانحة المنطقة المانحة هي راح تمتص هذا اللوشن من تلقاء نفسه بعد ذلك منقوم بإجراء مساج بسيط لمدة خمس دقائق للمنطقة المانحة للحفاظ على اليونت المنطقة المانحة بعد إجراء المساج للمنطقة المانحة بيكون انتهينا من جميع مراحل عملية الغسيل للمنطقة المزروعة والمنطقة المانحة بيتم تكرير عملية غسيل الشعر لمدة عشر أيام متتالية كل يوم مرة واحدة بعد الامتهاء من العشر أيام منقوم بمرحلة تنظيف القشور طبعا بعد عشر أيام من الغسيل المنطقة المزروعة بتشكل فيها القشور القشور هي عبارة عن نسيج بتمزي رعته مع البصيلات البصيلات بتكون بباطن فروة الرأس والقشور هي النسيج اللي مزروع مع البصيلات هذا بيجف وبتراكم على فروة الرأس لذلك لازم ننظف هاي القشور بعد عشر أيام أو بعد عشر غسلات من العملية عملية ننظيف القشور نقوم فيها برأس الأصابع بفرق المنطقة المزروعة من الخلف إلى الأمام نفرك بهذا الشكل بحيث نخلي كل القشور تتساقط القشور اللي ما تساقطت معنا باليوم الأول من عيد عملية التنظيف باليوم الثاني والثالث بحيث بعد 13 يوم من العملية تقريبا ماكسموم 15 يوم من العملية يكون نظفنا كل القشور المتراكمة على فروة الرأس إذا هاي القشور بتضل على فروة الرأس فهي مضرة جدا للعملية يعني بتمنع تنفس البصيلات وبتسد المسام المجهرية اللي موجودة بفروة الرأس وبتمنع تنفس البصيلات لذلك بعد 15 يوم حصرا لازم نكون نظفناك جميع القشور اللي موجودة على فروة الرأس بعد تنظيف القشور بكون انتهينا بشكل كامل من عملية الغسيل وتنظيف القشور بعد ذلك المريض بيكون قادر على استعمال أي شامبو هو بريده نحن طبعا منفضل شامبوهات مقوية للبصيلات بيكون قادر على استعمال أي شامبو بيكون قادر على غسيل رأسه بشكل طبيعي جدا كأنه لم يقوم بالعملية فقط لازم ينتبه المريض خلال الشهر الأول أنه ما يستعمل أي أدوات صلبة على فروة الرأس ويحاول يتجنب التعرق الشديد لفروة الرأس هيك بيكون انتهينا بشكل كامل من عملية الغسيل بتمنى بهالفيديو الأصير يكون جوابنا على أغلب الاستفسارات اللي بتخطر على بالكم بالنسبة لعملية غسيل الشعر مع تمنياتي لكم بأيام سعيدة مع اللوك الجديد دكتور عبدالعزيز بلوي Elite Hair Transplant اسطنبول